في البداية أعتقد أنه كان هناك توازن في دور المجموعات لأنه في كل مجموعة تستطيع أن تجد فرق قوية وتستطيع الفرق أن تظهر قواتها ولكن كان هناك نوع من التوازن ربما كان كل فريق مباريات صعبة لكل فريق الآن نتحدث عن مجموعاتنا مع الجزائر التي فازت باللقب في مصر في عام 2019 أعتقد أنه مع السنغال أيضا ما نستطيع أن نفعله هم الأفضل في إفريقيا وبالتالي كل اللاعبين أيضا فريق السنغال المحترفين في أوروبا ربما لعبوا 21 مباراة دون خسارة إلى الآن ومن ثم أعتقد في هذه اللحظة العديد من الأولاد أصبحوا ربما ناضجين واحترموا أيضا مع جمال بالماضي أعرف الجزائر جيدا وأعرف شعب الجزائر وهي دولة تعشق كرة القدم للحديث عن غينيا أيضا الاستوائية وفي سيراليون ندينا احترام كبير لهم أيضا لأنني أعتدت اللعب أمامهم وكانوا دائما يلعبوا بتحدي وامورات صعبة رسالتي في البداية إلى أولادي عليكم الاستعداد بشكل جيد لأن المباريات ستكون صعبة أمام الخصوم الثلاثة هذه المجموعة مفتوحة وعلينا أن نكون حذرين وجاهزين لتحقيق نجاح وذهاب إلى مستوى أعلى بقدر الإمكان عندما تأتيحت لي الفرصة للعودة إلى سح العاج بالطبع قمت بمراجعة اللاعبين بالمنتخب كنت أعرف غالبيتهم بالإضافة إلى بعض اللاعبين الجدد عندئذ قلت هذه فرصة جيدة لأنني على يقين بأنه من خلال النجوم الكبار مع اللاعبين الشباب ومن لديهم الخبرة نستطيع من هذا المزيج أن نحقق نتائج جيدة وقوية بدأت جائحة كوفيد وبالتالي دوقف اللاعب لعدة أشهر كانت المبراءة الأولى كانت مع بلجيكا في بروكسل وهي مصنفة في الفيفا في أوروبا كالمنتخب الأول وكانت النتيجة التعادل بهدف لكل فريق كنت فخور بهذه البداية وشرحت للأولاد فلسفتي وأعتقد اليوم أنا أتوقع منهم الكثير وما طلبت منهم نحن نتطور مع كل لقاء وكل مباراة يتطور أداء الفريق وبالتالي هم متحمسون لأداء المباريات والمواجهات وتأهلنا للأفكن أمام دغشقر وإيثيوبيا والنيجر وتأهلنا وكانوا دائماً يعطوا لي أيضاً مئة في المئة مما طلبت منهم ومن القوة وبالتالي هذا ما أتوقعه من الأولاد الآن نحن ندخل ضمن التأهل ضمن الفيفا ولكأس العالم أعتقد علينا الاستمرار فيما قمنا برسمه وخططنا من أجله وأنا على يقين بأننا نستطيع أن نحقق إنجازاً كبيراً أنا لعبت في غانا في مرة كانت في شهر يونيو كانت النتيجة ثلاثة أمام ثلاثة تعادل ثلاثة أداف ربما هناك منظومة جديدة ولكن أنا لا أؤمن بالأنظمة ولكن المنظومة تعطيك كيف تفعل ذذا وذاك ولكن على أرض الملعب ولديك الكرة أيضاً الأمر يتعلق هنا بطريقة اللعب وكيفية الأداء بالكرة أنا أؤمن بذلك ما طلبت من الأولاد لا يهم أن نلعب ثلاثة أو أربعة أو خمسة مباريات أنتم تعلمون جيداً ما أتوقعه منكم وبالتالي أستطيع أن أحدث بعض التغييرات وكيف أستطيع أن أحدث نوع من الضغط على الفريق من جانب فريقي هذا السبب أنني ألعب بطريقة ربما ثلاثة أربعة خمسة الأمر يتعلق أيضاً بالمنظومة ولكن يتعلق أيضاً بالأداء العملي على أرض الملعب في البداية أنا سعيد جداً لأنني قمت بالتوقيع في مارس 2020 ولعبت في أكتوبر فترة طويلة وبالتالي كل الأولاد والطاقم الإداري سعداء بالالتقاء في بروكسل وكانت هناك أيضاً تخيل قمنا فقط بفترتين من التدريب فقط بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا كوفيد 19 طلبت منهم أن يلعبوا بسهولة وببساطة كفريق من أجل استعادة مستواهم مرة أخرى أمام منتخب بلجيكا وكان الأمر صعب في البداية للحصول على الكرة ولكن طلبت منهم اللعب بطريقة سلسة جداً وإظهار إمكاناتهم ولا تعقد الأمور وعليكم الاستمتاع بالمباراة وبدون الكرة عليكم العودة مرة أخرى إلى الدفاع وكفريق تيمورك وبالتالي لا استطيع أن نغير كل شيء في يومين ولكن أحياناً هناك رسائل قصيرة ويتفهم منها الأولاد أنه من الأفضل أن نعطي رسائل طويلة ويفقدون بعد ذلك أو يحققون نتائج غير جيدة لكي أكون أميناً في المباراة الثانية أنا شعرت أن هناك ربما منظومة معينة كنا متأخرين ثلاثة أهداف وبعد عشرين دقيقة قمنا ببعض التغييرات ومن منتصف الملعب ولكن أعتقد بأن المباراة أمام اليابان كانت أفضل من المباراة أمام بلجيكا ولكن الفرق القوية تحتاج أيضاً ربما بعض من الحظ هذه المباراة كانت تتيحت لنا أربعة أو خمسة فرص للتسجيل ولكن في النهاية وفي الوقت الإضافي تأخرنا أيضاً بالضربة من حقاقة اليابان من ضربة حرة الهدف من كرة ثابتة وكنت محبطاً لأنني لم أكن أريد داء الخسارة ولكن الطريقة التي خسرنا بها هذه المباراة أمام اليابان ربما استخدمت هذه المباراة من أجل التحديث عن التفاصيل لللاعبين الحديث عن التأهل لأفكن أمام سواء مدغشقر وإثيوبيا والنيجر وبالتالي تستطيع أن تلعب تسعين دقيقة وربما لا تركز في الثانية الأخيرة يحدث هذا الفارق حتى مع الفرق الكبرى هذه الرسالة ولكن أنا سعيد فيما تعلق بجودة المباراة أمام انتخب اليابان وكانت مباراة أكثر من رائعة كانت تبدو كأننا لم نكن نتوقع طريقة الأداء لأن هذه المباراة بعد توقف ستة أو سبعة أشهر عندما وصلنا إلى الاستاد الجديد في أبيجان كانت اللحظة التي ينبغي عليها أن نبدأ كانت هناك عاصفة كبيرة قبل بدء المباراة انتظرنا أربعة أو خمسة دقائق وكان ربما الاستاد مليء بالمياه وبعد ساعة ربما قلت بأننا لن نلعب ولكن في النهاية عدنا إلى أرض الملعب ومع بدء المباراة ربما قطعت شبكة الاتصالات تم تأخر المباراة خمسة عشر دقيقة وعندما بدأنا المباراة ربما شعرنا بعض الضغوط على اللاعبين لأنه لم نكن بنفس الطريقة المتوقعة بعد ربما استراحة الشوت الأول عدنا باللعبين لوضعهم في حالة ربما مزاجية متوازنة وعطائهم الثقة والقوة لإظهار قدراتهم قمت بتشجيعهم وبالتالي إن لم تؤدوا بقوة لن نذهب إلى كأس إفريقيا وفي ذلك الوقت قمنا في الشوت الثاني وكان الشوت الثاني أفضل بكثير من الشوت الأول أحرزنا الهدف الأول ثم الهدف الثاني ثم عادت مدغشقر ولكن في النهاية فزنا بهدفين أمام هدف واستعادنا الثقة وذهبنا إلى مدغشقر وكانت النتيجة التعادل ثم منذ هذه اللحظة تطورنا بشكل جيد فيما تعلق بالثقة من الأهمية استعادت الثقة بمكان لأنه بعض التفاصيل ربما كان قد تنخفض بمستوى الفريق وبالتالي دوري كمدير فني كان علي بناء الثقة في اللاعبين في البداية أهنئهم والاتحاد الإفريقي أو الكاف على الاستاد الرائع الذي قاموا بناءه أنا أريد أن أأتي إلى الكاميرون لملاقات الأسود ولكن هناك ربما ثلاثة أو أربعة استادات أكثر من رائعة وملاعب التدريب أيضا الفندق أكثر من رائع وبالتالي أعتقد هذه الدولة جاهزة ومستعدة لاستضافة ربما أحد أفضل مسابقات كأس إفريقيا لكرة القدم هذه هي كرة القدم أثناء الاحتفالات كنت أنظر حولي وأرى العديد من اللاعبين السابقين منتخب الكاميرون قلت هذه الدولة مثل ساحل العاج مثل مصر مثل المغرب وجزائر لديهم لاعبين موهبين كبار